فيما يبقى مصير الانتخابات الليبية معلقا تتعمق الخلافات بين الأفريقاء وأبرزها بين مجلس النواب والحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة فالمجلس يسعى إلى تشكيل حكومة جديدة وسط انقسامات بين أعضائه تجاه هذه الخطوة ووسط هذه الأجواء تتوالى التحذيرات الدولية من تأثير هذه الخلافات على استحقاقات الانتخابات البرلمانية والرئاسية هل تكون ليبيا أمام سيناريو حكومتين وهل لا يزال وضع خارطة طريق للخروج من أزمات البلاد ممكنا وسط هذه الشرذمة ينضم إلينا الآن من تونس كبير الباحثين في المركز المغاربي للإعلام والدراسات عز الدين عقيل مساء الخير أستاذ عز الدين مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار نتحدث عن هذه التباينات وهذه الانقسامات وهذه المواقف المتناقضة إلى حد كبير البرلمان اعتبر حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية السيد الدبيبة مصر على البقاء في منصبه إلى حين إجراء انتخابات كيف هو السبيل للخروج من هذه الأزمة؟ تحياتي واحترامي لك أخي مهند وكذلك لجمهورك الكريم الحقيقة ربما هناك تباين بسيط حيث أن المشكلة هي ليست بين الدبيبة والبرلمان وإنما هي بين البرلمان وبين القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا الذين يقفون بقوة خلف الدبيبة ويريدون فرضه العلاقة بين الدبيبة وبين البرلمان في ليبيا باعتبارها دولة برلمانية يجب أن تكون محسومة البرلمان هو السلطة العليا وهو الذي يجب أن ينتج الحكومة وبالتالي طالما أن هذا البرلمان الذي يمثل السلطة العليا رأى وقرر بأن هذه الحكومة يجب أن تتغير فيجب أن يكون من دبيبة السمع والطاع على أكثر ولا أقل طالما نتغيير الحكومة هذا في الحالات الطبيعية أستاذ أزدي عندما تكون الأمور طبيعية وهناك دستور واضح وهناك سلطات واضحة ولكن الأمور غير ذلك في ليبيا لا أستاذ مهند الأمور واضحة في ليبيا إذا ما جئنا على الأقل من الناحية النظرية هناك برلمان وهناك حكومة وهناك إعلان دستوري وهناك إلى آخره ولكن لبالغ الأسف الغرب تحديدا والحكومات الغربية وعلى رأس الولايات المتحدة وبريطانيا هم الذين يعبثون بهذا النظام من وراء الكواليس هم لا يريدون أن يعترفوا مباشرة بأن ليبيا ليس فيها قواعد قانونية وأن هذه الدولة يجب أن تخضع لهم بالكامل ويجب أن يحددهم سياساتهم لا يعترفون بهذا هم يقولون عكس أفعالهم تماما على الهواء مباشرة ولكنهم خلف الكواليس يوجهون الإندارات ويوجهون التعليمات ويوجهون الأوامر ويوجهون الإملاءات ربما هذا ما حصل مع عقيلة صالح عندما وجهت له ستيفاني ويليامز وكذلك السفير الأمريكي ريتشارد نولند أو أمر بأن لا يقرب حكومة دبيبة وقرر عقيلة صالح أن يقبل هذا التحدي وأن يمضي قدما في تغيير الحكومة إلى أن سيصل عقيلة صالح بتحدي هذا لا أحد يعلم ولكن هو بالتأكيد تحدي خطير لعلكم سمعتم عقيلة صالح ويقول في خطاب افتتاح الجلسة الأولى للبرلمان بأنه يرفض قطعيا التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية وكان يقصد بذلك التعليمات التي واجهتها لها ستيفاني ويليامز وربما يقصد أيضا ريتشارد نولند اليوم النواب قرروا نقطة في غاية الوضوح وهي توجيه لوم شديد وتوجيه تنبيه وتحديد لسفراء الدول الكبرى وكذلك لستيفاني ويليامز التي وصفوها بمستشارة الأمين العام بأن تتدخل في الشأن الداخلي واضح جدا أن البرلمان يعاني وأن من يحاول كسر عظم البرلمان ولي رقبته هي الجهات الدولية وليست بيبة بيبة مستفيدة أن هذه الأطراف التي تدفع عنه والتي وصلت إلى حد أن ستير الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي يقول ومن على أعلى منبر عندما كانت هناك جلسة الإحاطة حول ليبيا يحدر تلك الأطراف التي تعمل من خلف الكواليس بدعم من جماعات مسلحة كما قال لإسقاط بيبة طيب أستاذ عز الدين إذا كنت تسمعني أطلب منك حقر تقريبا نفس التحذير أطلب منك بس إعادة السماعة إلى أذنك حتى تسمعني جيدا شكرا تتحدث عن رفض التدخل الأجنبي أستاذ عز الدين ولكن الكل يعلم أن خارطة الطريق التي تسير عليها البلاد أو على الأقل التي كانت تسير عليها البلاد هي من وضع أطراف خارجية في المقام الأول يعني ولو لا تدخل الأطراف الخارجية يقتل بعض لكانت الحرب مستمرة والليبيون يقتلون بعضهم بعضا وبالتالي الحديث عن رفض التدخل الأجنبي إلى أي مدى له ما يبرره في هذه المرحلة التي ليبيا بحاجة أن تنتقل فيها يعني أن تنهي فيها هذه العملية الانتقالية وبداية أخي مهند بالغ الأسف الحروب لازالت مستمرة والليبيون لازالوا يقتلون بعضهم بعض ربما ما منعه الغرب أو ما منعه ما يسمى بالمجتمع الدولي هو حرب إقليم على إقليم مثلا حرب الشرق على الغرب أو حرب الغرب على الشرق لأن فيها شبهة أن تستعيد البلاد استقرارها تحت طرف واحد أما الحروب داخل فزان وداخل ترابلس وداخل إقليم برقة فلا أعتقد أنهم منعوها وهي ما زالت مستمرة ولا أعتقد أن قتل العشرات من الليبيين منذ أن وصلوا إلى اتفاق الهدنة إلى اليوم ولكن فيما يتعلق بماذا منطقية أن نمنع الأطراف الدولية من التدخل كلامك صحيح أخي مهند ولكن يجب على هذه الأطراف الدولية أن تكون واضحة وأن تحدد سبل تدخلها في الحالة الليبية لا أن تقول في العلن وعلى الهواء مباشرة بأنها لا تتدخل في الشأن الليبي وأن الحوارات والقرارات يجب أن تكون ليبية ليبية وأنهم يتدخلون لمجرد تيسير العلاقة بين الليبيين ثم يذهبون من خلف الكواليس ليوجهون الإملاءات والأوامر هنا يبدو أن بعض الأطراف الليبية قد تحسست جدا من هذه الأوامر وهذه التعليمات والإملاءات ورفضتها بشكل قطعي وأعتقد أن هذا ما يسير عليه عقيلة صالح اليوم إلى أي مدى يستطيع عقيلة صالح أن يتحدى فعلا هذا المجتمع الدولي أو الدول الغربية تحديدا ويستمر أو يواصل هذا التحدي هذا سؤال مهم وهناك احتمال كبير بأن يتعرض العقيلة صالح لخطر كبير أقل له التهميش مثل ما حصل للمشير خليفة حفتر وبالتالي أعتقد أن الأخطار صحيح لازالت قائمة ولكن عقيلة صالح يسر على هذا التحدي وربما تأجيل مسألة النظر في رئيس الحكومة إلى يوم 8 فبراير ربما تكون هذه بمبوني لهذه الأطراف الأجنبية كأن عقيلة صالح يقول لهم ها أنا أعطيكم حتى يوم 8 لتحددوا لنا ما تريدوا ولكن ربما بطريقة منظمة وليس عن طريق التوجيه الأواصل والإملاءات خلف الكواليس جيد الآن مسألة إنهاء خدمات أو إنهاء تفويض التفويض الممنوح للحكومة حكومة السيد الدبائرة كيف بإمكان مجلس النواب والسيد عقيلة صالح إزاحة السيد الدبيبة عن هذا المنصب إذا كان متمسكا به ولا يريد الخروج إلا لتسليم السلطة لحكومة منتخبة عمليا ما الذي يمكن للبرلمان فعله لإزاحة السيد الدبيبة لبالغ الأسف والحسرة أخي مهند لا يستطيع أن يفعل شيء البرلمان حاول إزاحة السراج الذي كان أقل شرعية بكثير من الدبيبة ومع هذا لم يستطع وحاول إزاحة الصديق الكبير محافظ البنك المركزي الذي يفترض به أنه موظف كما لو كان موظف ديوان البرلمان باعتباره جهة رقبية تتبع البرلمان مباشرة ومع هذا هو يجلس على كرسيه منذ أكثر من عشر سنوات دون أن يستطيع أحد أن يزيحه هو لو قيد أنم لا أيضا حاول البرلمان إزاحة صنع الله ولم يستطع بالتالي الأمر بالتأكيد هو بالغ الصعوبة بس هل سيذهب عقيلة صالح مثلا باتجاه إنتاج حكومة موازعة على حكومة التني كنوع من تصعيد هذا التحدي هل هذا المجتمع الدولي سيتخلى عن هذه الإملاءات وهذه الأوامر المستفزة وسوف يلجأ إلى طريقة أكثر احتراما للليبيين وسوف يحاول أن يعقد صفقة حقيقية مع البرلمان يمكن من خلالها أن يقبل البرلمان بالبيبة من خلال تغييرات محددة والتزامات محددة أو حتى من خلال الاتفاق على رئيس حكومة يجمع بين الطرفين ويرتضيه الطرفين لا أحد يعرف على إيتي حال أعتقد أن المستشار عقيلة صالح أعطى براح كافي حتى يوم 8 فبراير أعتقد أن العالم يستطيع أن يفعل كل شيء خلال هذه المدة الطويلة نسبيا وبالتالي هل هذا المجتمع الدولي سوف يستمر في تحدي للبرلمان وفي فرضة بيبة رغما عن أنف الليبيين أم أنهم سيستجبون لهذه المؤسسة المهمة وسوف يصلون معها إلى حل ما حول مصير بيبة سننتظر ثمانية أيام إضافية لنرى ما الذي سيحصل شكرا جزيلا لك الأستاذ عزدين عقيل كبير الباحثين في المركز المغاربي للإعلام والدراسات كان معنا من تونس